اشتركوا في القناة من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ايتمنى يجب احترام كينا الوداد وعدم تهويل الوضعية واستغلالها للنادي مسيره واناسه القادرون على تسيير الضرفية اكد هشام ايتمنى رئيس الشركة الرياضية لنادي الشباب المحمد يضرر تحترام كينا الوداد الرياضية وعدم استغلال وضعيته الحالية مبرزا في الوقت نفسها انه لا يفكر في رأسة النادي الاحمر حاليا ولا ينوي ذلك مستقبلا وقال ايتمنى في تصريحات لموقع البطولة وضعية الوداد لا يجب تهويلها وكذلك لا يجب استغلالها وكان الفريق بدون مسؤولين هؤلاء قادرون على اخراج الفريق من وضعيته المعنوية وتابع المتحدث نفسه قائلا لا احد من خارج صرح الوداد له صلاحية تتجاوز حدود علاقته بالنادي ان كل ما يرجح حاليا غير صائب لا افكر في رأسة الفريق ولا انوي ذلك مستقبلا اي حديث عن هذا الموضوع هو تصغير وعدم احترام لكيان الوداد الرياضي واستغلال ضروف مرحلتها الراهنة يختم ايتمنى ويعيش الوداد الرياضي في الوقت الحالي وضعا خاصا بعد ادعى رئيسه سعد نصر السجن اترى توجيه العديد من التهم اليها عاجل هذا هو رئيس الوداد الجديد بعد اعتقال السعيد النصرية عين المكتب المدير لنادي الوداد الرياضي عبد الماجيد برناكي رئيسا جديدا للنادي الاحمر خلفا للرئيس المعتقل سعيد النصرية ووضعت اتقافي شخص عبد الماجيد برناكي الذي كان يشغل مهام نائب الرئيس سعيد النصرية ليقوم بتسيير شؤون النادي الى نهاية الموسم الجارية ومن ثم عقد جمع عمل النادي والحسن في مصر المكتب المؤسير الحالي وتم رفض مقترح تشكيل لجنة مؤقتة في الفترة الحالية لما لها من تأثيرنا على استقرار نادي الوداد الرياضي تجدر الاشارة ان برناكي انطت له مهام تسيير شؤون النادي في الشهرين الاخيرين كما ترى سبعة الفريق اثناء سفرها الى تونس وبرتوريا الوداد لم يفقد حدوده بدور الابطال يرى رشيد الداودي نجم المغرب السابق ان الوضع الحالي للوداد صعب نوعا ما بسبب اعتقال سعيد النصري مشيرا الى ان الفريق البيضاوي لا يمكنه ان يتوقف عند حدود شخص واحد وقال الوداد في تصريحات لموقع كورا وضع الفريق ليس متاليا وتسمى مؤخرا بكثير من الصعوبة بالسبب وضعية رئيس النادي والانتصار على برشيد سينقلنا لمرحلة لاحقة وهي تدبير الفترة المقبلة بكثير من الهدوء بالدوري وفز الوداد البيضاوي على نظره يوسفية برشيد بهدف دون رد يوم السبت الماضي في الدوري المغربي للمحترفين وارتفع رسيد الوداد الى 22 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رسيد يوسفية برشيد عند 8 نقاط في المركز قبل الاخير واشار وضع الوداد مقرق في دور الابطال ولو اني واتق من ان حدودنا لم تنتهي بعد والفريق قادر على النهوض ولو تأهل للمحطة المقبلة سيكون للفريق كلام اخر والفترة المقبلة تهم الجماهير وينبغي ان يكونوا اكثر التفافا خلف النادي وتعقد وضع الوداد في مجموعته بدور ابطال افريقية بعد فوز اسيكا بجون الافواري على جوانيك غالكسي بطل بوتسوانا بالثلاث السفر في الجولة الرابعة لدور المجموعات ويتصدر اسيكا المجموعة الثانية برسيد 10 نقاط وخلفه سيمبا بخمس نقاط ثم جوانيك غالكسي باربع نقاط واخيرا الوداد برسيد 3 نقاط قبل جولتين من النهاية ارتفاع صاروخي في القيمة التسويقية للاعب مغربيا كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الارقام والاحصائيات عن القيمة الجديدة لللاعب المغربي شادرياض مدافع فريق بيتسال اسباني لكرة القدم واكد المصدر المذكور ان القيمة التسويقية لللاعب شادرياض شهدت ارتفاعا كبيرا واشر الى ان قيمة صاحب العشرين سنة انتقلت من مليون يورو لتصبح 6 مليون يورو في اخر تحديثات الموقع العالمية ويوقع المدافع شادرياض على موسم متميز مع رفقة فريق بيتس ادبات من الركائز الاساسية في تشكيلة المدرب تشيلي ايمانويل بيليغريني ووضع الناخب الوطني وليدر جراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم شادرياض ضمن اللائحة الاولي لأصود الاطلس استعداد للمشاركة في نهاية كأس امم افريقيا 2023 لوزا يتبرأ من واقعة حدثت مع منتخب المغرب ويحرج خالل زيتش خرج عمر اللوزا نجم نادي واتفورد الانجليزي عن صمته كي يبرئ نفسه بشأن واقعة حدثت له خلال المباراة التي جمعت منتخب المغرب بنظره المصر في الدور الرابع النهائي لبطولة كأس امم افريقيا التي استضافت الكاميرون عام 2021 وذهبت نتيجتها لمصلحة منتخب الفارعين بهدفين الواحد ليودع منتخب أصود الاطلس البطولة الافريقية وتعرض اللاعب عمر اللوزا حينها للصخرية وانتقادات شديدة لهجة من جراء تمريرته الى الوراء في الدقيقة 120 توجه اشرف حكيمي رغم انها لم تكن الخيار المناسب وأكثر من ذلك كادت تعمق جراح منتخب المغرب أمام منافسها علما أن المبارات كانت متكافئة بين الطرفين وأثرت هذه اللقطة جدلا كبيرا بين متابع المنتخب المغربي وهناك من اعتبر أن اللاعب عمر اللوزا مسؤول مباشرة عن إقصاء كاتبة زملاء القائد رومان سيس بسبب سوء استغلال تنفيذه لضربة حرة قريبة من القائم الأول الحارس المصري محمد أبو جبل اذ فضل إعادة الكرة إلى الخلف نحو حكيمي قبل أن يخطفها منه محمد صلاح وانتظر عمر اللوزا صاحب الأربع والعشرين سنة عامين ليكشف تفاصيل جديدة حول هذه التمرير التي ما زالت تتسبب له في انتقادات وموجة من الصخرية إلى الآن بعدما وجد نفسه مضطر لتوضيه عدد من الأمور المرتبطة بهذه الواقعة وفي هذا الإطار أكد عمر اللوزا في التصريح لموقع فوتبون تسحين أنه ما زال يتذكر جيدا كيف كان مدرب منتخب المغرب وحيد خلل الزيتش يصرح على ذكة البودلاء حتى يمرر الكرة إلى الخلف وبالطبط نحو أشرف حكيمي رغم أن ذلك لم يكن قرارا جيدا وتبع اللوزا قائلا اتخذت هذا القرار دون تفكير والسبب إلحح المدرب على التمرير نحو الخلف بدل رفع عرضية نحو الشباك أجد نفسي مضطر لتوضيح هذا الأمر لأنه في غاية الأهمية بالنسبة إلي نظرا لأن الكثيرين ما زالوا يلومونني على هذه التمريرات التي لم تكن في محلها واعترف اللاعب عمر اللوزا بأنه عاش لحظات عاصبة بعد هذه الحديث وعانى من تبعاتها ودفق إلنا عندما دخلت إلى غرفة تبديل الملابس بعد مباراة مصر بدأت أتسأل كيف لي القيام بتلك التمريرات السيئة ويعتبر عمر اللوزا أحد الأسماء البارزة التي ستغيب عن نهائية بطلة كأس أمم أفريقيا التي تصدف الساحل العج في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير وال11 فبراير المقبلين وذلك بعدما فقد هذا اللاعب الشاب مكانته برفقة نادي واتفورد الأنجليزي يذكر أن عمر اللوزا كان ضمن الركائز الأساسي التي اعتمد عليها المدرب السابق لمنتخب المغرب وحيد خلل زيتش في جميع المباريات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة